توصل الدولة العاملة لاستفادة القصة من موارد الطاقة وتطوير مؤسستها تطوير طال مصفات مسترود التي تشهد طفرة في بنيتها التحتية لتوفير مختلف أنواع المنتجات البترولية نقلت للقاهرة منذ خمسين عاماً واستقلت بعدها لتعمل دمن المنطقة الجغرافية البترولية بمسترود مشروع تكرير البترول بشركة القاهرة بطاقة تصل إلى 22 ألف طن من البترول الخام يعمل على تغذية مشروع تكرير مسترود بطاقة تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً وهو الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2020 ويهدف إلى تحويل المزود بالقيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات بترولية عالية الجودة المصفات توفر منتجات البترول بعد تكريره إلى بوتاجاز ونفتة وبنزين وسولار ومزوت لتأمين الامدادات اللازمة وزيادة العوائد ويمر البترول الخام بعدة مراحل من تصفية وفصل وتبريد وتخزين وقد ارتفعت نسبة الإنتاج 50% بعد تطويرات وتحديثات في الآلات ووسائل التخزين وصلت لأربع وحدات تقطير لتحويل الخام إلى منتجات بالإضافة للتحول الرقمي والتطوير التكنولوجي التطوير هنا طال البنية التحتية وتعديل في شبكات المعدلات وتنمية الموارد البشرية ببرامج متنوعة لتأهيل القيادات الشبابية من متخصصين وعمال إلى جانب ضبط منظومة السلامة والصحة المهنية عن طريق إعادة تدوير الغازات للحفاظ على البيئة وهو ما يوفر أيضا ما يقرب من نصف مليون دولار سنويا مما ساعد على تنامي مشروعات التكرير والبترو كيمويات جهود تنموية بتوجهات من القيادة السياسية للتحديث والتطوير بهدف تحقيق الأمن الصناعي والاستفادة المثلى من موارد قطاع الغاز والبترول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي واستستقرار سياسي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 20-30 كريم بيبرس التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر